ثمانية وسبعون عاما على استقلال الأردن حققت من خلالها التنمية الشاملة والمستدامة بالنظر إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق للشعب الأردني طموحاتهم وتطلعاتهم فللمملكة الأردنية الهاشمية مستقبل واعد قائم على رفع مستوى البنية التحتية والتعليم والصحة بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية في الخامس والعشرين من مايو الجاري يحتفل الأردنيون بالعيد الثامن والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية هذه الذكرى التي يجدد فيها الشعب اعتزازهم وفخرهم ببلادهم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الذي يدير دفة حكم البلاد وفق خطا ثابتة ورؤية حكيمة نحو النهضة والتطور ملبيا طموحات شعبه ومحققا تطورات ملموسة في مختلف الصعود والقطاعات التي ترتكز على التنمية المستدامة وتعزز مكانة الأردن كقوة للاستقرار والتقدم في المنطقة 78 عاما برزت خلالها الأردن كأن نموذج يحتذا به في الازدهار والتقدم بدءا من التعليم والصحة إلى الاقتصاد والديبلوماسية ففي قطاع التعليم شهدت المملكة تحديثات في المناهج التعليمية وتوسعا في البنية التحتية التعليمية أما القطاع الصحي فشهد تحسينات كبيرة في الخدمات الصحية ما أسهم في رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين إيمانا من الأردن وحكومتها بأن التعليم والصحة هما الركزتان الأساسيتان لمستقبل أفضل أما اقتصاديا عملت الأردن على تشجيع الاستثمار ودعم القطاعات الواعدة كما عززت من بيئة وريادة الأعمال وشهدت المملكة تحسينات في البنية التحتية واستخدام الطاقة المتجددة إلى جانب تحقيق تنمية اقتصادية من خلال تحرير الاقتصاد وتحديثه والاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والمجتمع الدولي وتتميز المملكة الأردنية الهاشمية بسياسة خارجية متزنة وعلاقات دبلوماسية وطيدة على المستوى العربي والعالمي بفضل الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضايا العربية والدولية استقلال المملكة الأردنية الهاشمية ذكرى تظل خالدة في قلوب الأردنيين وتبقى شاهدا على عزمهم في مواجهة التحديات وتحقيق التقدم والازدهار وتجسد دائما الإيمان الراسخة بقدرة الأردن على تحقيق الريادة والتميز في مختلف الأصعدة والمجالات